كان فيه في مصر سياحة خاصة بصناعة المسرح بالمسرحيات ففكرة ان احنا يبقى عندنا اعادة لاحياء صناعة المسرح في مصر ده شيء مشرف جدا احنا عندنا اكتر من مسرحية عندنا مسرحية تأليف واخراج الاستاذ خالد جلال طبعا نقدر كلنا نتوقع ان الاستاذ خالد جلال ممكن يطلع وجوه ومواهب ونص مصرحي بمستوى عامل ازاي هي اسمها شهرة كلها وجوه جديدة هي انتكشرك دي اس بلس عندنا مسرحيات تانية مثلا من نوعية تانية خالص زوء تاني خالص من المسرح زي مسرحية للفنان كريم عبدالعزيز السندباد دي مسرحية بالمشاركة مع الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض مسرحية اخرى كمان بالتعاون معاهم لحسن الرداد وامي سامير غانم عندنا الشباب مسرحية لشباب الجامعات اسمها دكان احلام نقدر قوي نتوقع من جملة شباب جامعات ودكان احلام نوعية المسرحية هتكون عاملة ازاي فانا دول مثلا فعاليتين انا شخصية متحمسة لهم جدا شايفة زاي اهتمام الناس بالفعاليات الجديدة واكتر الفعاليات للناس يعني متشوقة انها تحضرها او تشوفها بتتسقلي عن ايه اكتر حاجة بتسقل اكتر حاجة عن مهرجان الطعام والمسرحيات والحفلات احنا شعب اكتر حاجة عن مهرجان الطعام بسرحة مهرجان الطعام اول سؤال وكتير قوي من العائلات هنا يعني حتى وانا بتحرك من مكان لمكان بتسقل عن مهرجان نبتة انا عايزة بس نبتة اسألك على حاجة فيها دقة يا مونة قطل لانه قريت معلومات وارد انها تكون مختلفة انه ده هيبقى اكتشاف لكتاب سيناريو او كتاب اعماليها علاقة بالاطفال ولا هي اكتيفتيز ونشاطات وورش للاطفال ده موجود وده موجود علشان عارفة لو فيه قسر جاية وحابين انه الولاد يجو يجو يغيصوا في المهرجان وكمان فيه اندلاين انستة تواصل ازاي اللي عنده كتابات الاطفال احنا عندنا ويبسايت للمهرجان موجود ومتاح وحتلاقوه حتى في السوشال ميديا بتاعت المهرجان سواء على انستجرام فيسبوك تيك توك ده الكتاب او للاطفال اللي حابين يشاركوا يعني وتذكرتي طبعا عليها كل الفعاليات بكل مواعدها وامكانية حاجز التذاكر حالة من الحماس الكبير الحقيقة والسعادة الكبيرة بفتتاح مهرجان العلمان وبحفل الكنج محمد منير البداية قوية جدا والاختيارات ما بين النجوم ويمكن الموسيقى بتكون يعني لها نصيب الاسد من اي احتفالية في الدنيا لانه غذاء الروح زي ما بنقول الاختيارات الفنية اختيارات مختلفة عن السنة اللي فاتت بشكل كبير بتونسب كل الازواء ما بين وجود وجز لكايروكيل القيصر قزم الساهر لتامر حسني لعمر الدياب للكينج محمد منير مجد الرومي اختيارات متعددة الحقيقة وكبيرة وتلبي كل الازواء ده شايفة ده ازاي وشايفة الناس متفاعلة مع ده ازاي شايفة انه احنا كمهرجان السنة دي ادارة المهرجان بتحاول فعاليا ان هي ترضي كل الازواء سواء في الفعاليات الغنائية او في المسرح زي ما انا قلت او حتى في الفعاليات الشاطئية والرياضات والمسابقات والحاجات اللي زاي دي يعني التنوع اللي موجود في حفلات المهرجان السندي هو نفس التنوع اللي موجود في كل الفعاليات والانشطة الاخرى لارضاء كل الازواء احنا السنة اللي فاتت كان مهرجان الدراما حدث مميز جدا جدا في مهرجان العالمين او تحت امبرالا مهرجان العالمين ويمكن فيه تغطية مستمرة طبعا على مهرجان العالمين لأهمية وكان فيه كتير من صحفين المتخصصين أولو قد اللي بيتمنوا يكون فيه حدث متخصص جوه مهرجان العالمين متعلق بالفن زي مهرجان الدراما أفلام حاجة ثقافية فنية للرواد أو محبي الفن هل هنشوف السنادي حاجة كده؟ السنادي مهرجان الدراما خرج من تحت أمبرلا مهرجان العالمين لأنه مهرجان الدراما مهرجان مستقل بذاته مستقل لوحده ومهرجان العالمين مهرجان كمان مستقل نوعية المهرجانين مختلفة تماما وبيبقى مهم جدا لما نيجي نشتغل على أي برودكت إن إحنا نخصص شخصية للمنتج اللي إحنا شغالين عليه مهرجان العالمين الجديدة هو مهرجان شاطئي طرفيه يعني هو بيقدم فعليات ونشاطات طرفيهية وتثقيفية ولكن على الشاطئ أغلبية فعلياته هي بالفعل حفلات ونشاطات رياضية ومسابقات وحاجات زي دي ففكرة إن انت تبني شخصية المهرجان بشكل مستقل وقائم على فعلياته ده بيدي قوة أكتر وبيدي شخصية أقوى وبيساعد المهرجان إن هو يحقق أهدافه بشكل أوضح وأكبر وأسرع الحقيقة كمان وبيوضح تفرد مصر في مسألة الفن والفنون والثقافة على ساحل البحر المتوسط يمكن دول كتير شاطئية على ساحل البحر المتوسط لكن مسألة المهرجانات بالشكل الدولي ده يعني اعتقد إنه لا ده شيء جديد وخصوصا مسألة تعدد المهرجانات كمان يا هدير أنا بالضبط بالضبط يعني إحنا عندنا مهرجان للسينما عندنا مهرجان للدراما عندنا مهرجان للمسرح عندنا مهرجان للموسيقى كان لازم يكون عندنا مهرجان للترفيه فمش محتاجة إن ينسي تضمي مهرجانات على مهرجان بالعكس إحنا قادرين إن إحنا يبقى عندنا أكتر من مهرجان وإن إحنا نقدر نوصل للعالم بمهرجاناتنا دي وبكل ما يعرضه ويقدمه كل مهرجان فيهم